وأعظم من نوصي به في الأيام البيض هذه الأيام القادمة من الغد الأحد والاثنين والثلاثاء تصوم بنية أن يومها الأيام البيض وتصوم أن يومها من شعبان صيام شعبان مستحب أي يوم من شعبان صوم إلا لا تفرد السبت مفرداً أو الجمعة منفرداً ولكن أي يوم عايز تصوم صوم لأن شعبان شعب إيه؟ الصيام فتجمع هذه النواية العظيمة والجو الحمد لله طيب والوقت طيب واستعن بالله ولا تعجز وإياك والمثبتات والمعطلات أصلاً ما أخذ دوة فرصة أنك تجايز نفسك على الدوة في رمضان أصلاً عندنا مشوار بكرة أجلوا يا عم أو استعن بالله وربنا يوفقك إحنا مش نقول يجب لكن نقول أجر عظيم جداً اللي يجمع الثلاثة أيام شهرياً كأنما صمده اللي يصوم رمضان وست أيام البيض كأنه صمده يبقى تعيش حياة وحده صوم عدة مرات عدة أضعاف لحياتك ومن صام يوماً في سبيل الله بعد الله النار عن وجه سبعين خريفة صيام يوم يقربك من الجنة سبعين سنة ويبعدك عن النار سبعين سنة تفضل تقرب من الجنة وتبعد من النار تقرب من الجنة وتبعد عن النار تموت للي نفسك في الجنة وأبعد ما تكون عن النار وقال صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة ونص أهل العلم حتى لو كان بعد الفطار يعني فطر بعد المغرب ومات من ليلته هو من أهل الجن نسأل الله الكريم من فضله فإحرصوا بارك الله فيكم على 13 و14 و15 وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث لا صح وإن صح هند البعض فهو يخالف ما هو أصح منه قدامك لغاية آخر يوم في رمضان قبله بيوم أو يومين لا تقدموا حديث صحيح لا تقدموا أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له عادة فليصم ذلك اليوم يعني ممكن تقعد تصوم برحتك لغاية يومين عشرين رمضان ولو جي تسعة عشرين أو تلاتين وانت بتوافق صيامك زي الاثنين والخميس تصومه أو واحد عليه نذ أو واحد عليه أيام صيام وكذلك الأخوات اللي عليها الصيام فرصة يا جماعة لإن شعبان ده نجمع كل اللي علينا عايزين ننظف الصفحة من أي ديون بحيث ندخل على رمضان بهمة ونشاط وبرصيد جديد إيماني ولا تنسى في ليلة النصف يوم الاثنين القادم مساءهة يعني ليلة الثلاثاء إنك ما توصلش للليلة دية وفي صدرك أي شيء لأي مسلم وإلا تبقى خاصاً والله اطلاع خاص الله يطلع في كل وقت وآن لكن هذا اطلاع خاص الله يطلع على العباد فيغفر لجميع خلق إلا لمشرك أو مشاحن فاستعينوا بالله واستفيدوا من هذه الأحاديث تغنموا وتربحوا وتسعدوا أسأل الله أن يسعدكم في الدينة الأخيرة صلى الله أن يعيد علينا أيام الخير ومواسم الطاعة في عز الإسلام ونصرة المسلمين في عم أبن وأمان وسنم وسلام اللهم احفظ بلادنا والحرامين وجميع بلاد المسلمين من كل شاب وسوء وألب بين قلوبنا واجمع كلمتنا وفع رايتنا وواحد صفنا أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم بلغنا رمضانا على خير ووفقنا فيه لكل خير اللهم عيدنا على صيام الأيام القادمة وما بعدها من أيام وافقنا لما تحب وطردى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفيرك وتبولي ترجمة نانسي قنقر